انا بقولي الكلام ده وانا عارف ان انا هخرج من هنا هيحسب بس انا خلاص انا مش فارع معايا حاجة انت مقرر تقول اللي في قلبك كله مش فارع معايا اي حاجة خلاص انا خلاص خمس سنين حضرتك خمس سنين ايه خمس سنين بيوقفوني خمس سنين بيطاع لهم تعيشي خمس سنين ربنا بيرزقني وهم بيشولوهم مني وانت تأثر فعلا دخلك بسبب القرار دي ايوة طبعا حضرتك انا دلوقتي بيقولولي اطلع غني برا مصر انا كل شغل برا مصر حضرتك يعني دلوقتي دخلك من مصر صفر زيرو مفيش حضرتك اي حاجة ازاي وببلدي وانا هنا وكل حياتي هنا وقولولي لي ما تشتغلش ببلدك وانت زعلان ومستكتغلين ايوة 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 انت عاصل انت مش ربنا استغفال الله العزيم انت عبد زي ما انا عبد وربنا بيهو اللي بيرزق ومش انت بس اللي خلاك تتحكم فيها اللي ربنا اعطاك سلطة بس انت بتستخدمها غلط مش بتستخدمها صحيح انت بتقول كده الهاني شاكر لا مش للس بوس يا حضرتك الستاذ هاني شاكر انا وصك وابصم بالمليون اللي هو ما يعرفش اي حاجة وهو مش راضي اللي انا في هاني شاكر مش راضي اللي حمو بيك فيه ازاي انا بقولك انا بقولك مش راضي اللي انا فيه هو هاني شاكر قال معي انا شخصين هناك مش هتخش في النقابة غير لو نجحت ده هو النقيم هو اللي بيمضي القرارات التلاتاشر نفر اللي كانوا ممنوعين دول تشكل لهم لجنة في طنطة وراحوا امتحنوا نجحوا امتى مش معنا في طنطة قوليلي بقى حضرتك واستاذ حمد ابو لزيد وحمد رمضان هم اللي كانوا عاديين في اللجنة بيحكموا وانا عادت مع ناس جابولي ناس من الابرة يمتحنوني وكل ما اكتكلمهم وولولي روح التعلم وهل الناس اللي التلاتاشر نفر اللي انتوا قدتم وقفينهم واخدتهم روحت اعملتوا لجنة بهم في طنطة وقلتوا لك يا جي اللجنة اقولتوا لي لأ ملاش تجي اللجنة ديت وبص يا لقي تاني يوم كل الناس دي نجحت يبقى ازاي يبقى كده ما فيش ظلم في استهداف يبقى كده ما فيش ظلم يبقى كده ما فيش افترع بس انا عادر اقولهم اللي ربنا كبير بس انت بتغني برا وخدت سيف ذهب وغيرك خد عربية عشان انا بص حضرتك ان احنا برا يعني النسبة تقدرنا فهمة خيالي فوق برا احنا بنتقدر وبنتشاف وما تتخيل ما هنا انت عندك جمهورك وبتتقدر بس فيش روت عشان تنضل بص حضرتك بص حضرتك مفيش اكتر واحد يحترم قرارات النقابة انت مرة قلت انا شفت تصريح لك بتقول انا اكتر مغني مهرجانات اوراقي مظبوطة اه فعلا انت قلت كده اه فعلا واول واحد قدم ورقه في النقابة ازاي ورقك مظبوط ازاي اشهادة الجيش نحن الامية موجودة في هناك الفيش كل حاجة طلبوها مني موجودة بس حرام عليك بقى وهو مش بس كده انت لازم تكون بتعرف تغنيه صح لا نجيبه بقى كل الناس اللي معاك كرنات حضرتك